طب هم يتفقوا على ايه؟ يعني ايه اللي بيقلل الامر ده؟ تعالوا نشوف الاول ايه الخطوات اللي احنا ممكن نمشيها عشان نعيش بمهارة ادارة التنوع اول حاجة لازم اعرف نمط شريك حياتي يبقى اول خطوة في هذه المهارة ان انا اعرف نمط شريك حياتي واعرف نقاط القوة في شخصيته زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع ستنا مسلمة عمل ايه؟ مع ستنا مسلمة راح استشرها لانه عارف ان هي لها رأي سديد وان هي صاحبة حكمة فاخدار من بين زوجاته كلها ان هو يستشير ستنا مسلمة تاني حاجة الحوار والتشاور مع شريك حياتك اللي يزم تتحاوره كتير وتتكلمه كتير لان الحوار ما تخافوش من الحوار في ناس كتير بتقول احنا مش عايزين نتكلم عشان الخلاف اللي ما يلنا ما يزيتش لا اتكلموا عشان الخلاف يقل بس كل واحد فيكم يكون بيحاول يكون بقدر الامكان ما يوجعش اللي قدامه ما يعتبرش اللي قدامه عدوه يبقى شيء مهم جدا يخلينا نقدر ندير للتنوع ان الزوجين يستشيروا بعض في الامور الخاصة بالبيت وبقلقتهم يتكلموا بعض فالحوار والتشاور مش بيقرب الكلام بس ولا بيقرب الافكار بيقرب القبول كمان وعشان كده ولما يتقرب القلوب من بعضها المسائل تبقى سهلة ونقبل التنوع ونعيش فيه بسلام الحاجة التالتة ومهمة وديه من المحاذير بقى عدم التسلط محدش يحاول يتسلط لاننا بنتكلم عن المشورة فلازم نفهم ان المشورة مش معناها التسلط وفرض الرأي مش معنا ان الزوجة قالت رأيها الزوجة يبقى هو لازم يلتزم به ولا ان هو لو قال لها رأيه لازم تلتزم به يبقى لازم يبقى فيه تشاوره التشاور ده ما فيهوش اي نوع من انواع التسلط عشان نوصل للحل الافضل مش لفرض سيطرة طرف على طرف اخر الحاجة دي مهمة جدا مهمة جدا لان بعض الناس بيعتبروا انا قلتلك رأي وابدت رأي انت ازاي ما رأيتهوش انت كنت لازم تنفذ رأي الحقيقة لا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتشاور ونفعل الافضل والاسلم للبيت الحاجة اللي بعد كده الحاجة الرابعة عدم التدخل في الامور الخاصة الا عند الطلب لازم كل واحد فينا ينحافظ على مساحة الخصوصية لشريك حياته ما يتدخلش في شؤون هي و اهلها الا ازاي طلبت وهي نفس الكلام فطريقة معاملته لأهله دي مساحة خاصة ما تتدخليش فيها غير لما هو يطلب وانت ما تتدخلش فيها غير لما هي تطلب لان لو ما حصلش ده هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا جدا الحاجة كمان المهمة جدا جدا في ادارة التنوع ان شرك الحياة يكون حاسس ان التنوع بتاعه حاجة قيمة اضافية طب نحسسه بده ازاي يجي الحاجة الخامسة بقى التشجيع على التعلم وتطوير المهارات وده بيساعد الزوجين على النمو الزواجي واستغلال المهارات وبيضيفوا قيمة اضافية في مسائل الزوجية طيب ايه الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها بقى عشان نقدر نكون بندير الخلاف اللي بنا من الاول خالص في اول الجواز عشان احنا بتكلم المقبلنا على الجواز وبنتكلم كمان الناس اللي عايزين يجددوا زواجوا انا شايف ببساطة خالص من خلال كل اللي عرضناها ومن خلال كل الادلة اللي احنا ذكرناها ومن خلال كل التجارب اللي حصلت انا شايف ان احنا محتاجين نقول شيء مهم جدا لازم الزوجين يتفقوا على ثلاث حاجات اول حاجة لازم يتفقوا على الخطوط الحمرة الاشياء اللي مش فيه ما ينفعش في علاقتنا تكون موجودة زي ما تقول لي زوجة انا ما بقبلش بشكل او اخر ان يقول لك علاقات نسائية انا ما بقبلش هو يقول لها انا ما بقبلش باي شكل او باخر انك بتتكلمي بطريقة معينة مع الرجال انا ما بقبلش ان مثلا ان انت تخرجي وتسفري من غير علمي خطوط شوية خطوط حمرة كده شوية خطوط حمرة بتتحط كده وبتتقال وبيتفقوا عليها من الاول ده بيقلل الخلاف جدا يبقى بنتفق على خطوط حمرة انا ما بقبلش ان جوزي بيشرب خطوط حمرة انا ما بقبلش ان زوجي يكون بشكل او باخر بيكتسب من طريقة انا مشكوك فيها خطوط حمرة بنحطها كده تاني حاجة لازم نتفق عليها التفضيلات انا والله بفضل ان انا اكون علاقاتي مع الناس ما مفضلش الزيارات الكتيرة في البيت انا بفضل ان يبقى خروجنا دايما بشكل معارفين ومسبق انا بفضل ان ما زورش كتير اهلنا يبقى التفضيلات كمان الحاجة التالتة اللي لازم كمان يتفق عليها القواعد والاسس اللي هيمشوا عليها في البيت لما يتفقوا على التلاتة دولة في الاول الجواز بتمقى المسألة سهلة جدا جدا الخطوة اللي بعد كده اللي احنا لازم نعملها ان انا لازم اعرف نمط شريك حياتي يبقى لازم اعرف نمط شريك حياتي بشكل واضح عشان اقدر اعمل كده وفي الاختبارات المعدل ده سهلة وموجودة في مر وبرجز وفي اني يا جرام في خطوات كتيرة جدا جدا وفي نمازل كتيرة جدا ممكن اتعرف بها عن نمط شريك حياتي ده هيخليني ايه هيخليني اتوقع اني استطيع ان انا قدير الخلاف معاه وقدير التنوع معاه باي شكل الحاجة التالتة اللي ممكن نعملها وده يتبقى مهمة ان كل شهر نتعلم شيء جديد مع بعض في تطوير زواجنا الحاجة الرابعة اللي ممكن نعملها ان احنا نحدد مع بعض اهدفنا الزواجية بشكل اساسي وخاصة احنا جايين على السنة الجديدة نعمل الكلام ده للسنة الجاية ونحدد خطتنا ازاي هنعيش السنة الجاية هنعمل ايه فيما يتعلق ب رسالتنا رسالة الماجستير او رسالة الدكتوراه هنعمل ايه في مدارس الاولاد هنعمل ايه في الاقصاط اللي علينا هنعمل ايه نعمل خطة عشان نقدر نعيش فيها ونقسم الادوار بشكل دقيق وبشكل محترم